لذالت تتواصل نشاطات الغافلة الطبية لعلاج مرضى للعجون بمدينة يابشة والتي جاءت نظمها من قبل مؤسسة القلب الكبير محمد عثمان بشير في يومها الثالث على التوالي تتواصل أعمال الغافلة الطبية التي أقامتها مؤسسة القلب الكبير بمدينة يابشة على قدم وسق حيث أن الأطباء الشديدين ونظرائهم السودانيين الذين يمثلون مؤسسة البصر العالمية السودانية لا زالوا يبذلون أقصى ما بوسعهم من أجل علاج هؤلاء المرضى الذين يعانون من العمى بسبب أمراض العيون المختلفة ومن أجل تحفيز هؤلاء الأطباء والوقف على حالات المرضى ممثلة مؤسسة القلب الكبير بإقليم وداي الشمس الهدى بكر كدادة وفريقها في اللجنة التنظيمية يتجولون داخل المستشفى وحتى في مختلف غرف العمليات عندنا 1256 مريض يعني فشقهم وعندنا 248 مريض دا نجلزين لهم نبغسلون لخفة العملية عندنا يعني 50 عملية اتراجية ونكسب الفرصة لكي نشكر تبال سوداني كان جمه من بلدهم هناك ويساعدوا وقفانا بعض هؤلاء المرضى الذين قد أجريت لهم العمليات وكانت ناجحة قد عبروا عن امتنانهم لسيدة البلاد الأولى ورئيسة مؤسسة القلب الكبير هندى دبيتنو في تنظيم هذه الغافلة الطبية القنصل النائب الأول لجمهورية السودان لدى مدينة عبشة محمود محمد حسن أكد بأن كل شيء يسير على ما يرام وأنه لا توجد هناك أي صعوبات القافلة نجحت في علاج طفل في الثامنة من عمره قادما من مدينة أبو قدام ويعاني من مرض مزمن في العيون منذ ولادته محمد عثمان بشير للمزيد من التفاصيل مؤسسة القلب الكبير بمدينة عبشة تواصل وعملها على قدم وساق في يومها الثاني على التوالي أعدد من الأطباء الشاديين ونظرائهم السودانيين الذين يمثلون مؤسسة البصر العالمية السودانية لا زالوا يقدمون عقصى ما بوسعهم من أجل علاج هؤلاء المرضى حيث أن الفريق الطبي ومن الناحية الفنية والتقنية يسير على قدم وساق لعلاج المرضى الذين يعملون في استعادة حياتهم مرة أخرى بعد أن فقدوها لسنين شمس الهدى بكر كدادا ممثلة مؤسسة القلب الكبير بإقليم وداي وفريقها في اللجنة التنظيمية قد اتخذوا من ناحيتهم كل التدابير اللازمة حتى يتحصل كل مريض على بطاقة مريض تمكنه من الحصول على الإعلاجات اللازمة بشكل أمثل هذا ومن ناحية أخرى فإن مؤسسة القلب الكبير قد اتخذت أيضا كل الإجراءات التي تتعلق باستضافة وإطعام هؤلاء المرضى طيلة فترة هذا المخيم الطبي الذي من المحتمل أن يستمر لعشرة أيام كاملة شهدت أكاديمية فرشة المباراة سن نهائية لدور كرة القدم تحت سن السابعة عجر إلى أن المباراة انتهت بأعمال شغب من قبل المشجعين للفريقين عباس أباكر مصطفى المواجهة النهائية لمباراة يكرة القدم تحت السن السابع عشر التي جمعت بين فريقي سيركل لمدينة مندور مع خصمه كلاب أفريكان لمدينة أنجمينة حيث أدى الفريقين مباراة لفتت أنظار المشاهدين تكتيكيا وفنيا وبهجمات متتالية لينتهي الشوط الأول وبنصيب كل فريق هدف الشوط الثاني من المباراة عاد فيه الفريقان بحماس ولياقة بدنية عالية أملا برفع كأس البطولة لهذا العام وكان الفريقان في أتم الاستعداد وسيطر على مجريات المباراة هدف وتعادل لتصبح النتيجة النهائية هدفين للفريقين مما دفع الحكم باللجوء إلى ضربات الجزاء ومن هنا أضاء فريق كلاب أفريكان ضربتين من مجموعة ثلاث دربات وبالمقابلة سجل فريق السيركل لمدينة مندو ضربتين بهدفين وبات الأمر صعبا لكلاب أفريكان لمدينة أنجمينة فقد نزل مشجعي الفريقين إلى أرض الملعب لإثارة الشغب مما أدى إلى تدخل رجال الأمن ونبقى في الشيان الرياضي حيث قدم رئيس الفترالية التادية لألعاب الجيدو ميتر ميكايل حسن حديثا صعفيا يخطر من خلاله الرأي العام حول فعاليات ألعاب الجيدو التي ستحتضنها العاصب الجميل العام 2020 يشير لي المقرج بأن المادة لم تكن جاهدة وننتقل إلى الورقة التي عدها الزميل آدم حسن المكاوي حول المخاطر النجمة من احتفالات عيد رأس السنة كحوادث المرور والمشجرات التي يقوم بها البعض وغالبا ما يتسبب في مخاطر جسيمة العام 2018 يبعد عنا بحسبة الوقت بساعات ودقائق معدودة فقط منا من سيعش لحظاتها ومنا من يرتكب خطأا فادحا ربما لن يوصله إلى حفة العام القادم بكل سلام كغلطة عدم احترام قوانين المرور مثلا فمن الشائع عن مدينة أنجمينة كثرة حوادثها في ليلة نهاية كل عام وأغلب هذه الحوادث تتم بسبب الإهمال البشري لقواعد المرور من قبل السائقين ومن أسبابها السرعة الزائدة أو قطع إشارات المرور أو استخدام الهواتف أثناء القيادة كما أن هناك بعض السائقين يقودون مركباتهم سواء الدراجات النارية أو السيارات وهم تحت تأثير الكحر مئات الحوادث تطرق أبواب طرقاتنا كل يوم لذا يجب علينا جميعا بذل جهد مضاعف للحد من حوادث السير فلا داعي للسرعة والمخالفات المرورية فحياتك وحياة الآخرين أهم بكثير من وقتك وراحتك وتذكر دائما أن وصولك المتأخر خير لك من عدم الوصول أبدا ترجمة نانسي قنقر